أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية تكون له الشخصية الاعتبرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا لنص القرار فإن المركز يهدف إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف للمستقبل على المدين المتوسط والبعيد وبالاعتماد على أفضل ممارسات الدولية ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة كما يختص المركز بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات